تنطلق بطولة إفريقيا لللاعبين المحليين بعد أسبوعين تقريبا. ينظم الاتحاد الأفريقي وتضم على وجه الحصر اللاعبين الذين ينشطون في البطولات المحلية داخل إفريقيا. هذا العام الجزائر هو البلد المضيف. يأتي الحدث الكروي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الجزائرية المغربية توترا كبيرا. ينعكس على المحافل الرياضية من آن لآخر. ولا بد أن لا ننسى أن المجال الجوية الجزائرية مغلق للطيران المغربي أو أمام الطيران المغربي منذ أكثر من عام. طبعا المنتخب المغربي من بين المنتخبات الثمانية عشر المشاركة في بطولة اللاعبين المحليين. ومنذ يومين هددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالانسحاب من البطولة إذا لم تقبل السلطات الجزائرية بشروطها للمشاركة. الشروط تلك تتعلق طبعا بسفر لمنتخب المغربي إلى الجزائر. فوزي لقجع وهو رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم صرح في اجتماع المجلس التنفيذي بأنه بعث رسالة للاتحاد الإفريقي بشأن ماذا؟ بشأن احترام بنود استضافة البطولات الإفريقية خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة. وطالب لقجع بضرورة سفر المنتخب المغربي مباشرة من المغرب إلى الجزائر. واشترط السفر إلى قسطنطينا عبر رحلة مباشرة انطلاقا من الرباط. وبواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وأيضا شدد فوزي لقجع وهو رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. قال إنه في حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة. لم تعلق الجزائر المشاهدين على هذه التصريحات. لكن عندما سئل رشيد أوكالي وهو رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية للمحليين طبعا شدد على أن الوفودة المشاركة هي بسؤولة عن نقل منتخباتها إلى الجزائر. وأن الكثير من الفرق لن تصل عبر خط جويا مباشر. التنظيم هي معنية بالتنظيم على المستوى الوطني. للمفود نحن مجبارين لكي نصير الترانسبور على المستوى الوطني. معناه تنقل أي فريق من مدينة أو أخرى. وما بالنسبة للتنقل حتى الحضور تدهورا كل الفرق. الفرق 17 بشجيل الجزائر هو على عتق الفريق الذي سيتنقل. يعني سواء المتوى المادين. في إطار التعليقات على عالم التغريدة. دعونا أخذكم إلى ما يقوله دحان بو برد. دحان المغرب لم يهدد أحدا بل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تعتذر عن المشاركة. ولم توجه الرسالة للجزائر بل وجهتها للكاف بحكم أنه ساهر على البطولة والرعي. وهذا من حقها أن يأتي متخبها من بلادها لا من لا من بلاد الغير. أما هنا قدور بن إبراهيم. يقول هذا القدور المغرب أصيب بالغرور المبالغ فيه. فأصبح يخلط الرياضة بالسياسة. ونحن نرحب به كبقية الدول المشاركة. وإذا أراد خلط الأمور فعليه ما يريد. طبعا أغلقت الجزائر مجالها الجوي. في سبتمبر أيلول عام 2021. أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية. بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط. وعندما استضافت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران منذ ستة أشهر. أضطر اللاعبون المغاربة إلى السفر إلى الجزائر عبر تونس. ها هي صورتهم مشاهدين في المطار في تونس. والخطوط الجوية التونسية على ما يبدو هي من قامت بنقلهم. بالإضافة إلى وضع شرط المشاركة. فقد قرر الاتحاد المغربي أن المنتخبة تحت سن 23 عاما. هو الذي سيمثل البلاد بدلا من منتخب المحليين المتوج بلقبها. في النسختين الأخيرتين عام 2018 و2020. خلال الساعة الماضية تقريبا. صرح وزير الرياضة الجزائرية عبد الرزاق سبقاق لقناة بين سبورت. أن الجزائر تلقت طلبا من الاتحاد الإفريقي بشأن قرار الاتحاد المغربي. مضيفا أن السلطات الجزائرية سترد على الاتحاد القاري خلال 24 ساعة. ينضم إلينا مشاهدين عبر سكايب من الجزائر. رئيس القسم الرياضي بقناة الحوار جمال فراني. مرحبا بك أستاذ جمال. برأيك إذا كان هناك جواب من الجزائر على هذا الطلب أو الاشتراط المغربي. كيف سيكون؟ أولا مرحبا بك ومرحبا بكل متابعي قناة بي بي سي. أولا الشامس سيكون منافسة إفريقية بطابع عربي. باتبار مشاركة أربع منتخبات عربية. وهي الجزائر البلد المنظم. المغرب. السودان وليبيا. وكل هذه المنتخبات كان من المفروض أنها تخلق عرس عربي هنا. عوضا أن يكون هناك مشاكل أو نتحدث عن أزمة. أعتقد أن الجامعة المغربية من حقها أن تطلب ما تشاء. لكن قرار إغلاق الأجواء الجزائرية هو قرار سيادي بيد الدولة الجزائرية. وكما تفضلت وقلت في التقرير أن حتى في ألعاب مهمتها. السيط المنتخب المغربي سافر وجاء عبر تونس. ولم تكن هناك أي مشاكل. بل بالعكس استقبال الشعبي هنا في الجزائر. كان حافل للمغاربة ورحبوا بهم. وكانوا قد تنافسوا هنا بشرف وبكل قوة على الميضالية الذهبية. ولم يكون هناك أي مشكل. هل تعتقد أنه قد تصلح الرياضة من أفسدته السياسة؟ بمعنى أن المجال الجووي الجزائري مغلق أمام المغرب. ومغرب يقول أن المنتخب المغربي يجب أن يذهب بطيارة محترام من قبل طائرة الملكية المغربية. بدلا من أن يتبهذل بالمطارات وطيارات من غير بلد. هذا في حد ذاته قرار متناقض. لأنه لو كان هذا موقف الجامعة المغربية. لكان الرياضيين من الأول في ألعاب البحر المتوسط. كانوا لا يتنقلوا عبر تونس. وكان عندهم موقف واحد كما نقوله. كانوا يتنقلوا من المغرب مباشرة عبر البحر المتوسط. لكن الآن الظروف تغيرت. أعتقد أن الجامعة المغربية لكورة القدم بدأت من الآن حملتها من أجل احتضان كران 2025. وهذا نابع من منافسة الجزائر لها. هل يمكن برأيك أن تكون خوفاً من قدرة الجزائر على التغلب المغرب؟ أيضاً منتخب عريق الآن. بعد طبعاً المنتخب الأول عندما فاز أو وصل إلى المربع الذهبي. لا تجعل حدود المنافسة هي المشكلة. ولكن فيما إذا أصرت المغرب على هذه النقطة. ما الذي سيجري؟ أنا لا أعتقد ذلك تخوفاً من الجزائر. لأن المنتخب المغربي أصلاً سيشارك بمنتخب أقل من 23 سنة. وهذا سيحط من قيمة المنتخب المغربي. لأن المنتخب المغربي للاعبين المحلين. كما نعرف هو صاحب اللقب في النسخة الماضية. منتخب عنده منتخب قوي. كانت لقى مع المنتخب الجزائري. ولو بمشاركة لاعبين في قطر وفي مختلف دوليات العربية. لكن المنتخب الجزائري كان فاز عليه. أعتقد أن المنتخب المغربي عنده منتخب قوي. ولو كان جاب المنتخب اللي فاز بالدورة الماضية. كانت راح تكون عنده حضور كبيرة. لكي يذهب بعيد في هذه المنافسة. أعتقد أن صراع احتضان كان 2015 بدأ من هنا. بدأ من طلب المغربي لجامعة المغربية التي تريد أن تخلق مشاكل للجزائر في أرويقة الكاف. أشكرك عبر سكاة تتحدث لنا. رئيس القسم الرياضي بقناة الحوار جمال فراني. شكرا على مشاركة في ترندنج. شكرا لمشاهدة كاترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها.